بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بعد أن انتهينا من الحديث عن خصائص شركة التضامن نتحدث عن تكوين شركة التضامن وإجراءات شهر شركة التضامن والجزاء المترتب على عدم الإشهار ثم ننتقل للحديث عن إدارة شركة التضامن فكيف تتكون شركة التضامن يجب أن يتوافر في عقد شركة التضامن الأرقان الموضوعية العامة اللازمة لقيام الشركة فيلزم توافر الرضا والأهلية فضلا عن مشروعية المحل والسبب ولا يمنع كما أشرنا سابقا أن يكون الشريك في شركة التضامن شخصا معنويا ويسري على الشريك في هذه الحالة ما يسري على الشخص الطبيعي كما يجب أن يتوافر في شركة التضامن الأرقان الموضوعية الخاصة وهي نية المشاركة وتعدد الشركاء واقتسام الأرباح والخسائر وتقديم الحصص إلى جانب الأرقان الموضوعية الخاصة يجب أن يتوافر أرجدا الأرقان الشكلية وهي الكتابة والشهر وكل هذه الأرقان سبق الحديث عنها حين استعرضنا النظرية العامة للشركات لكننا أجلنا الحديث عن ركن الشهر وذكرنا أننا سوف نتحدث عن ركن الشهر حين الحديث عن كل شركة على حدة لأن إجراءات الشهر تختلف بحسب نوع الشركة فما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لإشهار شركة التضامن طبقاً للمدتين 21 و 22 من نظام الشركات التجارية ينبغي شهر شركة التضامن وذلك بالتباع الإجراءات الآتية واحد نشر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية توزع في المراكز الرئيسية للشركة ويلاحظ أنه في التعديل الجديد تم حسف كلمة ملخص وأصبح نشر كامل العقد وقد أحسن المنظم سنعاً حينما نادى بشهر كامل العقد وليس ملخصاً عنه ثانياً قيد الشركة في سجل الشركات بالإدارة العامة للشركات ثالثاً قيد الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام نظام السجل التجاري ويلزم استفاء إجراءات إشهار عقد شركة التضامن أو ما يطرأ عليه من تعديل في خلال 30 يوماً من تأسيس الشركة أو من إجراء التعديل وتقع استفاء هذه الإجراءات على عاطق مدير الشركة كما يمكن أن يقوم بها أحد الشركة ولكن ما هو الجزاء المترتب على عدم الإشهار يترتب على عدم اتخاذ إشهار شركة التضامن أو إشهار أي تعديل فيها بأنه لا يجوز الاحتجاج بعقد الشركة غير المشهر أو التعديل غير المشهر على الغير ويقصد بالغير هنا كل من تكون له مصلحة في التمسك بعدم نفاذ الشركة أو البيان غير المشهر في حقه كدائن أحد الشركاء أو دائن الشركة أو غيرهم وإذا تعرضت مصلحة الغير بين نفاذ الشركة غير مشهرة وعدم نفاذها قم مصلحة دائن الشركة في نفاذها مع مصلحة دائن الشريك الشخصي في عدم نفاذها فالراجح هو عدم النفاذ لأنه الأصل